بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم معاكم مستر أحمد الباشا وإن شاء الله نبدأ مع بعض الاسن الثريق الاسن ده بيتكلم عن حاجة اسمها نتورك وإيه النتورك وهو عبارة عن في العموم يعني كمعنى للكلمة هي مجموعة من الناس أو البيبول يعني البشر all things يعني كلمة نتورك هي group من الناس أو things أو أشياء that are connected to each other for a common purpose يعني إيه يعني لو في مجموعة الناس مثلا موجودين مع بعض لهدف معين فده اسمه نتورك يعني لو إحنا شغالين في شركة وإحنا عشرين واحد وكلنا هدفنا إن إحنا ننتج مثلا منتج معين إحنا كده نسمينا نتورك طب لو مجموعة كمبيوترات متحدة مع بعضها ده اسمه نتورك العيلة نفسها الفاميلي نفسها think about your family from your parents to your cousins is an example for a family network ده عبارة عن نموذج ليه في family network إحنا كلنا بنتعاون إن أسرتنا تكون سعيدة وكده similarly بنفس الطريقة دي computer networks connect computers with each other يعني الكمبيوتر networks في الفكرة بتاعت الكمبيوتر فكرة إن في مجموعة كمبيوترات متوصلة بعضها ده اسمه نتورك طب ليه متوصلين ببعض to share an important information and it هدف الاتصال ده إن ينقل البيانات والمعلومات if you have computer connected to another لو عندك كمبيوتر متوصل بالتاني or device such as printer or router then you have your own personal local area network وده مصطلح مهم اسمه LAN وبييجي في الامتحان يقولك إيه local area connection اختصارها LAN يعني إنت لو عندك كمبيوتر وعندك لابتوب وعندك router وعندك موبايلات وكل ده متوصل مع بعضه يعني الراوتر متوصل بالموبايل والموبايل مثلا متوصل بالكمبيوتر إنت كده عندك نتورك خاص بالبيت عندك وبنسمي ده LAN في بعض التلفزيونات مثلا بتتوصل بالراوتر وتجيك قنوات مهداني تورك برضو طيب إيه الإنترنت يا مستر قالك الإنترنت ده is a network ما احنا اتفقى إن كلمة الإنترنت هي فكرة اتصال حاجات كتير مع بعض that are connects computers and people using them from all around the world يعني بنوصم بنعمل نتورك كبيرة جدا ما بين الكمبيوترات اللي في العالم كلها وهنا كلمة كمبيوتر يا جماعة مش مقصوب بها اللابتوب أو الكمبيوتر اللي هو العادي اللي هو بشاشة ده لا الموبايل ممكن نعتبره كمبيوتر التابلت ممكن نعتبره كمبيوتر نوع من أنواع الكمبيوتر لأنه بيقوم بنفس أدوار الكمبيوتر طيب إحنا عاوزين نوصل الكمبيوتر بتاعنا بإنترنت نعمل إيه to connect your computer to internet you need a gateway كلمة gateway هي مصطلح بيتقال a way to access something يعني أنا الوقتي عاوز أدخل المول ده المول ليه بوابة فجتاوي هي البوابة أنا عاوز أدخل على الإنترنت أعمل إيه قال للبوابة بتاعتك لازم تدور على البوابة بنت تدخش منها زي الراوتر الراوتر هو الوسيلة اللي بيوفر لك إنترنت وتستخدمها أنك تدخل على العالم اللي اسمه إنترنت which connects your computer to ISP كلمة ISP يعني Internet Service Provider أنا مثلا في مصر هنا في شركات بتقدم الإنترنت يعني أنت عندك كمبيوتر وعندك موبايل فأنت عاوز تتواصل بالإنترنت هتعمل إيه هتجيب نت منين قال لي بجيب نت منين بجيب نت من بجيب نت من شركة والشركة دي أنا بروح لها بقول لها والله أنا عاوز عاوز إنترنت تقول لي طيب هتدفع مثلا الاشتراك في الشهر كذا مثلا فخلاص روحنا روحت اشتراك ودفعت الفلوس وخلاص أنا كده مشترك في الإنترنت فده اسمه ISP اللي هي Internet Service Provider هو بيقدم الخدمة دي خلاص هو بيقدم إيه هو بيقدم الخدمة دي ودي حاجة كويسة جدا إن حد بيقدم لك إيه حد بيقدم لك الخدمة بتاعة الإنترنت زي الشركات اللي بتقدم الإنترنت للمواطنين يبقى أنا الوقتي لو عاوز أخير على الإنترنت لازم أروح لبروفايدر لواحد بيمديني بي الإنترنت وأتسعر الاشتراك ويديني الإنترنت طب دخلت على الإنترنت بقى The World Wide Web World Wide Web هو العالم بتاع الإنترنت إنت إلا ما بتدخل على أي موقع مثلا فيسبوك مثلا بتلاقي أوله www بتدخل مثلا على جوجل تلاقي www.google.com مثلا بتدخل على يوتيوب www.youtube.com فwww اختصر لكلمة إيه ودي مهمة وهدي في الامتحان The World Wide Web شبكة الإنترنت العالمية ودي عبارة عن part of internet network made up of web pages عبارة عن صفحات زي صفحات الفيسبوك وصفحات جوجل وكده That people can navigate والإيجيبشن نولدج بانك البانك المعرفة المصري موجود على ال www أو الورد واد بيب وافيليبل فري فر أول إيجيبشن هو ريجيستر انسايد طيب فيه بقى معلومة جديدة يمكن جديدة على كل الناس يعني أنا متأكد أنت مسمعتش المصطلح ده قبل كده Another type of internet is an intranet إحنا عارفين فيها اسمها انترنت انترنت اللي احنا عارفينها لا دي اسمها انترنت إيه الانترنت دي يا مستر الانترنت دي عكس الانترنت الانترنت ده عالم كبير كل المعلومات متاحة كل اللي انت عاوزوا بتعمله إنما الانترنت هي عبارة عن سيستم مقفول يعني عبارة عن شبكة أو اتصال ما بين ناس مقفولة على بعضها زي شركة مثلا الشركة دي فيها مجموعة من الكمبيوترات فالموظفين بس هما اللي بيدخلوا على البيانات دي مش كل الناس يعني انت مثلا رحت مثلا بنك فالبنك ده في مجموعة كمبيوترات متوصلة بعضها فيها البيانات بتاعت الناس اللي حطة فلوسها في البنك هل اي حد كده ممكن يدخل كده عالكمبيوتر ويتفرج على اللي هو مسلا يعاوزوا وياخد فلوس وكلام من ده طبعا استحالة ده بنسميه انترنت لأنه هو مقفول على ناس معينة هي اللي تقدر تستخدمه and internet unlike internet عكس الانترنت it is private ده خاص restricted يعني متحدد to only those that are part of business or school or organization that is connecting مقفول بس عن ناس اللي عندها تصريح بدا وطبعا بيتواصلوا مع بعض طبعا فيه كابلات متوصلة يعني ايه كابل اصلا كلمة كابل long connector that transmit data or power يعني انا بوصل الكمبيوتر بكمبيوتر بوصله بايه بوصله بكابل بكابل يعني ايه كابل ده اللي هو long connector that transmit data or power between devices زي ethernet لسن ممتع جدا وفيه معنى كلمة network ومعنى كلمة internet والاجمل منه معنى كلمة internet ودي جديدة انا اتحدى ان هادي كون لسه عارفها دي حاجات جديدة كلها ومانا جي منهة جميل جدا وفيه معلومات كتير بتمنى ان انتو تتفرجوا على الفيديوهات دي اكتر من مرة عشان تستفيدوا ان شاء الله تقابل فيه اجزاء تانية كتيرة كنت معاكم مستر احمد الباشر باي باي